أراضي العراق عطشا دون مياه تبكي سوادها وخضرتها آلاف الهكتارات أضحت يباسا مع قلة المياه وموجة الجفاف التي تضرب العراق حيث تراجعت موارده المائية لأكثر من خمسين بالمئة بدون زراعة بدون مياه لا بدون سدود لا بدون مسطحات المائية لا بدون بحيرات هذا نتاج حكم السفلة لمدة 18 عام التصحر الذي يضرب الأراضي وقلة المياه أدى إلى موجات نزوح من القرى إلى المدن واستنقص الموارد والزياد البطالة في البلاد الجلوة اليابس الله أكبر هذا عيد الله هذا عيد الله يصير الجلوة اليابس يعني بس الشيء بلان يصير يعني الله يقبل المنفوح تفاق محدة الغضب الشعبي جراء أزمة الجفاف دفعت بسلطات الحكومية للتحرك ومناشدة دول جوار العراق إيران وتركيا لتحافظ إيران على موقفها بالتنصل وعدم الرد على الدعوات العراقية ورفض إعطاء العراق حصته المائية ذلك بحسب وزارة المياه الحالية رغم اتساع نطاق التصحر الذي طال نحو 69% من أراضي العراق وتسببه بتضرر سبعة ملايين عراقي على الجانب الآخر أعطت تركيا تعهدات لزيادة الإطلاقات المائية لتجاوز أزمة الجفاف التي يمر بها العراق مع تحفظها على كميات المياه الكبيرة التي تهدر في البلاد نتيجة لعدم تحديث أنظمة الري وطرق السقي البدائية بلدوم السيو بلغة بولامجاز ما لأسف في عام 2030 ما رح نقدم نلقى كميات المياه المتوفرة حاليا بلك 2050 دا 2030 داك سيو بولامجاز وفي 2050 ما رح نجد نفس الكمية الموجودة في عام 2030 من المياه أمام هذه التحفظات قلوا خبراء في قطاع المياه إن الحكومة الحالية لم تستمع إلى كل الإنذارات التي وجهت محليا ودوليا ولم تقم الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 بتشييد أي مشروع مائي فضلا عن ضعف الموقف العراقي التفاوضي أمام دول جواره تزامنا مع تغيير مناخي عالمي لن يستثني أحدا